بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدان احنا خلاص رجعنا من الاجهازات بقى ورجوع من الاجهازات بيجي معاه شوية حاجات اول حاجة بتيجي مع الرجوع من الاجهازات التقلي بقى تقلي بقى بيحس الناس كتيرة بتقلوا بهم وبغم وبانهم هنرجع تاني للشغل بقولهم واحدة واحدة بس حلقات دي حلقات الجليس ولازم كل حاجة نديه حقه ولازم نسمي الأشياء بأسماء حضرت النبي حذرنا ان احنا نسمي الأشياء بغير أسماء فاللينا سيأتي زمانا على أمتي يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها فتعلمنا ان انت لو سميت الحاجة بغير اسمها ممكن يحصل لك فساد في حياتك لان الحرام يجيب فساد وتسمية الأشياء بغير اسمها يجيب فساد الجليس اللي هو العمل ده الجليس ده يا سيدي نعمة الجليس ده نعمة ولزيك احنا النهاردة عن نتكلم على جليس اسمه نعمة العمل ياه واحنا خلصنا من عبادة العمل لما تيجي تقولي ان العمل نعمة هقولك العمل نعمة ولا مش نعمة تعالوا نتأمل عشان نعرف العمل نعمة ولا لا نتأمل في شوية أحوال كده عند الناس واحد محتاج ومش عارف يجيب فلوس ده في ايه ده؟ ده في غم لكن واحد محتاج واكتهد وجاب فلوس فقال الحمد لله الحمد لله على نعمة ايه؟ على نعمة العمل واحد حاسس انه هو ملوش اي لازمة عند اولاده شايفينه انه هو ملوش دور في حياته لانه مبشتغلش شايفينه مش ليه دور في حياته عشان مبشتغلش اكتير الناس بيشوفوا ان الشغل خصم من حياتنا وخصم من انسانيتنا شايفينه؟ وانا والله من الحيات الغريبة فيه ناس كثيرة بتشوف ان العمل ده عبارة عن زل ومهانة وبيعتبروا ان الشغل ده بيحسس الانسان العبودية ما ان العمل من اعظم نعم ربنا سبحانه تعالى اللي بتخلي الانسان يشعر بالتكريم له الله سبحانه تعالى يقول وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله هو المؤمنون انا اقول لك رسول الله سبحانه سلم في حديث الشخص اللي اتى لرسول الله اللي انا بنسمي حديث المنع من التسول لما جير الرسول الله سلم بيسأله فرسول الله مردلوش مردلوش ان هو يتسول ويسأل الناس وفي الاخر خالص حضرت النبي لما خلاه يجيب اللي في بيته وباعه ورح قال له اذهب فاحتطب جي بعد كده حضرت النبي قال له ايه هذا خير لك بعد ما ظهرت عليه النعمة قال له هذا خير لك من ان تأتي المسألة نقطة سوداء في وجهك يوم القيام طيب اذا كانت التسول نقطة سوداء فيه والمسألة نقطة سوداء في الوجه يبقى العمل نقطة بيضاء يبقى نعمة ولا مش نعمة فالعمل يا سادة مش مهانة ولا العمل عبء لكن العمل نوره تنور بانوار الله سبحانه وتعالى عشان كده علمونا ان العمل جزء من الرجولة لانه جزء من فهم ان الله ينظر اليك فلازم يتحول قلبي من نظري للعمل من انه عبء الى اننا بتعرض بالعمل لانوار نظري الله سبحانه وتعالى وعشان كده اشوف كده لازم اعرف اني لا اعمل للاجر فقط ولكني اعمل للوصل ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه يبقى انا بشتغل ليه عشان المحبة انه بني احبني فالعمل يا سادة مش تكدير العمل مش جاي عشان يكدر عليك حياتك لكن عمل جاي للتعمير ان انت تعمر ذاتك وتعمر ما بينك وبين الله وتعمر حياتك وتعمر علاقاتك وتعمر كمان مجتمعك ولذلك اكتر حاجة تحمل انسان من الصدى والانسان بيصدي ايوه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة عشان نفهم قال ان القلوب لا تصدأ فاجل القلوب بقول لا اله الا الله فقول لا اله عمل ده عمل لسان فعلمنا رسول الله ان الصدى الانساني ما وفي صدى للقلب وفي صدى بقى صدى للمهارات والقدرات صدى فالصدى ده يجلب ايه بالعمل الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وصلنا الايمان الايمان بتاعهم بالايه بالعمل الصالح ولذلك العمل ده اكتر حاجة تخلي الانسان متنور واكتر مجال الانسان فيه يرع نعمة ربنا هو العمل فترى رزق ربنا وترى ازاي ربنا بيعلمك وازاي بيوسع عليك حياتك وكل ما تستثمر نعمة ربنا بالعمل كل ما ربنا سبحانه وتعالى يزيدك ولذلك تعالوا بس اقول لكم حتى كده مهمة الله سبحانه وتعالى يقول وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَأَهْلِ الْعَلْمِ يَعْرَفُوا الشُّكْرِ بانه صرف النعمة الى مرضات المنعم يبقى صرف يعني عمل يبقى الشكر عمل الحمد باللسان لكن وَلَإِن شَكَرْتُمْ يبقى هل لازم يبقى فيه عمل يبقى الشكر اللازم فيه عمل زي ما الناس فهمنا نقول الشكر يعني الحمد لا لا ده فيه فرق ما بين الشكر والحمد الشكر الثناء لكن الحمد الثناء لكن الشكر عمل صرف النعمة في مرضات المنعم ففيه ناس لما بتنزل أعمالها بتحس بضيق بتحس بالملل بتحس إنهم هيرجعوا تاني بعيد عن منطقة الراحة وأنكرر نفس الحاجات ونعمل نفس اللي بنعمله ونقابل نفس الوشوش ونعيش بقى وعشان نخلص من ده يا سادة أكتر حاجة نتخلص بيها من الشعور ده شعور الملل إن أنت تكون حاضر ومركز وجزء من الحياة بتاعتك إن أنت تكون حاضر فلما تكون حاضر ومركز تلاقي بتتعلم كل يوم حاجة حاجة جديدة ولذلك من كان يومه كأمسي فهو مغبون حضرت النبي يقولك إيه وقت تكون محروم لازم نهاردة ما يكونش إزاي مبارح لأنه فعلا نهاردة ما إزاي مبارح كل يوم بينادي عليك أنا يوم جديد على عملك شهيد وعشان كده لازم تفهم حاجة جديدة كل يوم وتلاقيك بتحسن وتبدع وتلاقي حياتك إيه اللي بيحصل بتتسع مش بتديق فلما ترجع أنا واحد من الناس مثلا لما برجع من الأجازة بعمل إيه بقول إيه من الأجازة ده هيخليني أشوف العمل بشكل تاني إن أنا في الأجازة إيه اللي حاصل لما وقفت الضغوط إيه اللي حاصل استمتعت بحياتي طب ما أنا أجاة عمل كده مع العمل وأول ضغط أشيد وأنا بتعامل مع العمل إن العمل نفسه مش ضغط العمل نفسه قيمة في حياتي يعني لما حد لما أنزل للعمل أو الله ما تستعجلوش لما أنزل للعمل أنا بنزل إلى ساحة الرجولة أنا مش بتكلم الرجولة يعني الذكورة لا الست كمان الست لما بترجع كمان من الأجازة بترجع للبيت هي بترجع للعمل كمان سواء كانت في البيت أو كان عندها عمل لتنين عندها عمل اوعوا 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 وتفهموا الست اللي يا ربة البيت إن هي ما بتعملش لا بتعمل ده عمل برضو كل ده عمل ففي ناس بتتمنى لو كانت الحياة من غير عمل ونفضل كده مرتحين ومأنتخين عاوز بالله ده مش حياة دي ده حياة جمادات دي احنا كده نبقى زي الأشياء لو أنت مش هتعمل أنت هتبقى زي أي شيء وعلى فكرة الشيء ده ممكن يبقى أفضل منك الغسالة أو التلاجة أو البتجاز أو العربية هتبقى أحسن منك لأنها بتعمل فلازم نعرف إنه فيه فرق كبير ما بين الأنتخة والراحة الراحة إنك تعيش بالحاجة اللي تدخل عليك السعادة فيه ناس بتقولك إن الحياة مش للراحة وهم قصدين إن الحياة فيها كد وتعب لا الراحة هنا بمعنى أنت تكون فاهم مصلحتك وعارف إن العمل ده جاي عشان ترتاح مش عشان تتعذب فالعمل يا سيدي مهذب وليس معذب العمل بيهذبنا بيرقينا ولذلك يرفع الله الذين أمانوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بيرقينا العمل بيرقينا فلذلك الراحة مش إنك أنت ما تعملش الراحة في إنك تعمل الأشياء اللي بتدخل السعادة على قلبك فيه الناس بسبب الشغل بتكهر حياتها وبتعتبر إنه إذا كانت الراحة هي عدم التعب والدنيا لا تخلق من تعب إذن راه راحة في هذه الدنيا فيه اللي يحصل فيتسلب منهم حب الحياة وحب نعمة الإله لإن حب الحياة بيكشف لك عن نعمة الله في الحقيقة العاطلين مش أكثر الناس راحة أهو لو كان عدم العمل اللي بيريح يبقى أكثر الناس راحة وسعادة مين؟ العاطلين مع إنهم أقل الناس تعم لكن الراضيين والنجحين بيشعروا بالراحة مع إنهم بيخرجوا من تعب لتعب شوف كده راحة الرجل التعبان ده من بات تكلم من عمل يدي بات مغفورا له الله على الراحة هذه يد يحبها الله ورسوله لما يمسك حضرت النبي كده ويمسك اليد ويرفعها كده عشان يخلي اليد دي يد معيارية ييس كل واحد فينا نفسه هذه يد يحبها الله ورسوله ليه يحبها الله ورسوله؟ لأن الإيد دي مرتبطة بحديث تاني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنوا فالإيد دي إيد بيحبها ربنا لأنها بتتقن عملها أما بقى فيه ناس لما بتبتع بنا من الشغل بتحس إن هي مكسورة ومأكورة بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اللي بيتكلم من عمل يدي مكرم ومكتوب على جبينه ومحطوط على جبينه تاج الغفران فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات كلم من عمل يدي بات مخفوراً له ده لابس زي ما بيلبسه تاج الوقار أهل اللي حفظت القرآن كل واحد فينا بيلبس تاج الغفران لما ينام وهو كلم من عمل يدي ولذلك سيدنا سوفيان الثوري ايه اكتر حاجة ممكن الانسان يتمنى فيها السعادة فتح حياته تمتد الجهاد فيخلي سيدنا سوفيان الثوري العمل والجهد والاجتهاد في العمل يخلي الانسان كأنه مجاهد فيقول سيدنا سوفيان الثوري ايه عليك بجهاد الابطار ايه يا سيدنا سوفيان الكسب الحلال والسعي على الايال ايه الجمال ده وكأن ان انت لما تكتسب فأنت بتاخد نفس سواب المجاهد ونفس سواب اللي بيعيش ده وذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نعمل ليس المشقة والتعب أمرنا بالعمل لأن الودود سبحانه وتعالى لأن الودود اللطيف لأنه كل ما عملت رأيت لطف الله وكل ما عملت زقت معية الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لما تبقى نازل الشغل معك ربنا لما تكون نازل الشغل أنت مش مضغوط أنت محمول جرب أن العمل اللي أنت هتعمله النهاردة ده هيدخل السعادة عليك وعلى الآخرين جرب أن العمل اللي أنت بتيسر به على الناس حياتهم هو باب لتيسير اللي هي عليك حياتك وخليك دايما ناظر وخلي قدام عينك دايما أنه لما بتعمل عمل ده بيضعك بين يدي الله يعني قبل العمل لازم تروح لربنا سبحانه وتعالى فالعمل اللي أنت بتعمله مش بيروح للناس الأول ده بيؤرض على الله فلما يروح لربنا سبحانه وتعالى فأما ببالك بعبد الجميل ينظر إليه هيرضع عنك سبحانه وتعالى وأكثر حاجة بقى ممكن تحسسك أن أنت إنسان أو الله العمل لأنه بيدوأك تكريم ربنا سبحانه وتعالى ليك وإزاي جعلك خادم له سبحانه وتعالى بخدمتك للخلق أنا بحب دايماً أقول لهم العمل عبادة العمل حياة يبقى العمل نعمة بقول ذلك اللي يععد مع العمل ويشوفه من عند الله يحس إنه هو في نعمة فالعمل يا سيدة حياة صدقوا ده يعني محدش يقول لأنه أنا بسليكم أنا ما بسلكمش والله العظيم الحلقة دي عشان الحقيقة أنا مش جاي أسليكم وأقول لكم اصبروا على العمل والله أنا أجاي أقول لكم الحقيقة واللي يشوف ده عيرتاح واللي مش يشوف ده هو حر فالعمل ده نعمة العمل بيعلم الإنسان إزاي يعيش في الحياة مش على الهامش ما يعيش بره الحياة يعيش هو بيشوف نعمة الله سبحانه وتعالى بالحياة ويغرس العمل في الإنسان حب الحياة حب نعمة الله حد يشكر أن الحياة نعمة الله سبحانه وتعالى جعل الحياة نعمة وعشان كده مين هيشوف نعمة الحياة اللي هيكون بيعمل ولذلك هتكون السعادة فين في كل خطوة وانت ماشي بتعمل تشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى وهي بتنزل عليك تترا ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها ليه؟ عشان اوعد خلي لحظة من لحظات الحياة تخلو من نعمة العمل فالإنسان اللي من غير عمل هو في الحقيقة فقد ركن من أركان الحياة ركن من أركان الإنسانية لأن الإنسان قمته بما يعمل شوف كده هذا سيدنا الإمام علي منسوب سيدنا الإمام علي وكمان مرفوع موقوفه مرفوع قيمة المرء بما يحسنه يعني إمتك أنت بما تحسنه يعني قيمة المرء بما يعمل ولذلك أوسع باب تشعر به ومن خلاله بنعمة العمل هو أنك أنت تكون حاضر في العمل فلما تكون حاضر تتقن العمل تتعرض لنفحة الله سبحانه وتعالى هو مين اللي بيساعدنا في العمل بمناسبة هو أنت فاكر أن أنت لما بتمشي في العمل أنت اللي بتعمل كده أنت كانت دايما أهلين يقولون يد الله قبل أيديكم يعني إيد النبي قبل إيدك وكمان يد الله قبل يدك هو اللي سهلك وهو اللي وفقك وزيك حضرة النبي قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه طب إذا هو أحب أنه يتقن العمل إلا حاصل استعن بالله ولا تعجز ربنا يكون عوني ليك لما تكون أنت حابب العمل وبتستعين بالله الله يساعدك على أنك أنت تتقن العمل فمن الذي جعلك تتقن العمل الذي قال لك بأنه سينزل نفحات لكل من عمل بأمل فعرف أن إتقانك للعمل نفحة من الرب الأجل لأن الله إذا كان يحب هذا فسيفتح عليك أبواب الوصال ويبقى عملك يغير حالك من أسوأ حال إلى أحسن حال يبقى إلا حاصل أنت ترى أنك تعمل تحت رئيسك وأهل الله والصادقون يرون أنهم يعملون تحت نظر الله آوى الله العظيم طيب لما تعمل تحت نظر الله يحصل لك إبقى من عمل وهو على يقين أنه في محل نظر الله اتسعت في عينه الحياة وعاش في حضرة مولاه فتجلى عليه في كل لحظة بوصل لم يره قبل ذلك في الحياة فيدخل في عالمي وفي حياتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب فين الكلام ده ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب صدقوني العمل ده نعمة نعمة تفتح علينا نعم ما بعدها نعم ولما تعرف أن العمل ده نعمة وتشكره ربنا سبحانه وتعالى يزيد عليك النعم طيب تعالوا بقى نجيب مفاتيح كده تساعدنا وإجراءات كده تساعدنا على أن احنا نفتح فضل الله في النعمة اختار كل يوم قيمة واغمس عملك فيها مرة مثلا ندرب مثال مرة هتبقى ما أخوي ربين أمرين إلا اختار رئيسة رهما عندك موظف ويشتغل معك أنت ممكن تعمل الشغل لوحدك وممكن تعمل الشغل وتساعده فيه فتترفق به فاللي بيشتغل معك لما تترفق به وتصبر عليه أنا غمست دلوقتي العمل في خيمة ايه؟ الرفق فتلاقي العمل بيتزين بيتزين بإيه؟ بأن الرجل دو تيبصلك نظرة كده نظرة الحبيب لحبيبه من الذي أودع هذه النظرة في عينه؟ الله فتخرج أجمل ما فيه ويحس إنه هو إيه؟ عنده مدد من ربنا ومرة تحطه في قيمة إيه؟ ادخل السروق على قلب مسلم إن أنت تعمل إيه؟ لما يعمل حاجة إيه اللي حاصل؟ تقول له شكراً وتمتنله في ناس تفتكروا إنه هو يتمرع ما يا سيدي اعملها بس وخلي قلبك عمران إن أنت لما بتعمل قيمة النمتنان دي دي لله فهو لما هتمتنله عشان الله نظر إليك إيه اللي حاصل؟ تحس إنه بدل ما هو يتمرع إيه اللي حاصل؟ حصل فيه اللي اكتشفوا علماء الإدارة قالوا إيه؟ عليك أن تقبض على مرؤوسك أيوة يا سيدي وهو بيعمل غلط؟ أحنا طبعاً بنفكر كده لأ عليك أن تقبض على مرؤوسك ويفعل الصواب فتكافئه عليه فإيه اللي يحصل؟ فيتحول الصواب إلى مهارة اغمس كل يوم اعمل كده مع أولادك إحنا كم واحد فينا بيمارس شكر أولاده واللي متنن لأولاده ومتنن لزوجته آه لو عملنا كده الحقيقة هتختلف في بيوتنا كم واحد بيعمل الكلام ده مع الناس اللي في الشارع مع الناس اللي في الطريق يشكر الناس يحس هيحس بوسع تاني حاجة ممكن تعملها عشان تشعر بنعمة العمل احرس أنا على فكرة العمل عندي مش معناه الشغل من الشغل اللي بنجيب فيه فلوس أنا بعمل في البيت أب او الله العظيم فده عملي او انت قلت لي عملي كده بوزتنا الأبوة استغفر الله رازم انت بس اللي مش فاهم مفهوم العمل العمل هو كل حركة فيها تعمير تتيقن أنها محل نظر الله وعشان تشعر بنعمة العمل احرس على التعلم كل يوم تتعلم كل يوم حاجة اسمع حاجة في مجال الأبوة اسمع حاجة في مجال الإدارة اسمع حاجة في مجال التواصل والعلاقات ما بين الناس ودون ده دون الحاجة الجديدة اللي انت تعلمتها ده خلال يوم العمل او خلال الحياة لو عملت كده عايب عندك دفتر كبير اسمه ايه اسمه دفتر النور اللي بتتنور به حياتك وانت بتشتغل ثالث حاجة خلي عندك دعاء دايما في ختام يوم العمل تحس بيه ان انت مع الله زي مثلا لو ما عندكش دعاء تدعوه قول كده اللهم اني قد عملت العمل لا ارجو الا ان تديم النظر الي فاللهم ادم نظرك الى قلبي ونور قلبي بجمال نظرك يا جميل يا ودود يا رحيم نقول الدعاء ده مرة تانية نقول الدعاء ده مرة تانية اذا ما كانش عندك دعاء اذا ما كانش عندك دعاء تقول ايه في نهاية يوم العمل اللهم اني قد عملت العمل لا ارجو الا ان تديم النظر اليه فاللهم ادم نظرك الى قلبي وانور قلبي بجمال نظرك يا جميل يا ودود يا رحيم لما تعمل كده هتلاقي الدنيا بتتسع وعشان كده خدينا نمشي ونشكر نعمة العمل بالاجراءات اللي احنا قلناها دي وربنا يوسع علينا تعالوا يا سادة نذكركم بصفحتنا صفحة بالنمج اللي بتفتح علينا باب الوصل بالله سبحانه وتعالى وتفضل مجالس العلم دايما بيننا ونسمع اسئلتكم ونتلقى اسئلتكم زي الاسئلة اللي احنا تلقناها ونخصص لها وقت دلوقتي عشان نجاوب عليها وناخد اول سؤال من اسئلتكم المباركة السؤال بيقوليه السلام عليكم معاليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهذا صلي الفجر يا رب وهذا صلي الفجر بس مش بصحة بدري ساعة الفجر وساعات بكسل أنزل أصليه وكنت بصليه زمان بص يا سيدي صلاة الفجر من الصلوات المباركات لأنها من الصلوات المشهودة يعني ايه المشهودة؟ ما كل الصلوات مشهودة إن الصلاة صلتهم بين العبد وربي زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان شو ده؟ فبالذات قرآن الفجر اللي بيوصلي في صلاة الفجر ليه؟ عشان صلاة الفجر دي صلاة فتح البركة بييجي بقى معاها كل البركة فنعمل ايه؟ عشان نقدر نصلي صلاة الفجر أول حاجة أنا دايماً بقول لأحبابي كده صلاة الفجر هي صلاة صلاة للاتزان صلاة ايه؟ للاتزان ليه للاتزان؟ لأنه بتدخل الإنسان في معنى أنه استطاع أن يدير وقته استطاع أن يدير عمله استطاع أن يدير عباته واستطاع أن يدير علاقاته وعشان كده أول حاجة خد كل الأسباب اللي بيها إيه اللي حاصل؟ تصلي الفجر فالمسألة بسيطة أول حاجة هتعود من دلوقتي أن تخلق أن أنت تقدم الأكل بتاعك وتنام قبل منتصف الليل فلما تنام قبل منتصف الليل هتقدر وتزبط المنبه هتقدر تسح على صلاة الفجر تاني حاجة وببساطة خالص حاول بقدر الإمكان أن أنت تنام في وسط النهار لأن ده بيساعدك أن أنت لما تيجي تنام في منتصف الليل تقدر تنام بشكل هادئ تالت حاجة حاول بقدر الإمكان يبقى عندك عادة مرتبطة لما تصحف صلاة الفجر أن يبقى عندك دعاء أو عندك تبتل أو عندك شيء يخليك في قلبك عندك منبه داخلي يوقزك تقراب حاجة اثبت المنبه يا سيدي واستخدم من الأدوات ما تعينك على صلاة الفجر لو عملت الحاجات دي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وترجع تاني تستيقظ لصلاة الفجر وندعي البعض إن شاء الله كلنا وإحنا بنصلي الفجر أدعي لك وتدعي لي إن شاء الله سبحانه وتعالى يا ربنا يكرمنا دايماً إن الفجر هو فجر البركة وفجر النور وفجر التوفيق إن شاء الله ربنا يكتب لك التوفيق والسداد ويكتب لنا معك إن شاء الله فاصل ونرجع تاني مع أسئلتكم المباركة عشان نويب عليها بعد ما تلقناه على صفحتنا المباركة صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد التوصل رجعنا لحضراتكم وعنا أسئلتكم المباركة اللي تلقناه على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ومعانا سؤال بيقول أنا مطلقة بناعينك أنا مطلقة وعندي طفلين وبطلع زكاة مال ينفع أديها لأولادي لأن أبوهم بيصرف عليهم نفقة ألف جنيه فقط فهي مش مكفية خالص لا ماينفعش تديها لأولادك أنا مطلقة وعندي طفلين وبطلع زكاة مال يعني هي عندها أموال تانية غير الأموال اللي بيديها لها جوزة بس الفلوس اللي بيديها لها جوزة مش مكفية لا ماينفعش تدي الأموال إحنا عندنا الزكاة ما تنفعش للفروع والأصول لأن هم إذا افتقروا أنا علي أن أنا أنفق عليهم يبقى لا يجوز صرف الزكاة لمن تجب عليها نفقته فأنا ماديش الفلوس لابني وبنتي ولا أدي الفلوس لأبي وأمي ليه؟ لأنهم إذا افتقروا أنا واجب عليها أن أنا أنفق عليهم طب وإلا حال يبقى أنا إذا كان مش أقدر أتديها لهم لكن في حالة تاني بيقولوا إذا كان عليهم ديون ما أتصورش أن هم عندهم ديون وعشان كده يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا ممكن أنفق عليهم والنفقة دي تكون من من الصداقات ومن التطوع وليس من الزكاة ما ينفعش أديهم الزكاة لأنه ما ينفعش أن أنا أسر في الزكاة اليوم طب أعمل إيه؟ اطلبي من جوزك أنه هو يزود النفقة لأنه يجب عليه إذا كان هو قادر يدفع وما بيدفعش يبقى هو قاس يبقى أعمل إيه؟ اطلبي من زوج حضرتك يزود النفقة لأنه ده حق أولادك فإذا كان ده حق أولادك اطلبي منه أنه هو يزود النفقة يبقى نصحت لحضرتك ان انت تعمل ايه ان انت تطلبي من زوج حضرتك ان هو يزود النفقة على اولادك السؤال اللي بعد كده بيقول انا جوزي بيخني بقاله 15 سنة لا حوله لا قوة الا بالله وانا مستحملة وصبر علشان اولادي ومش عايزة فضايح وانا اشيل الهم الوحدي وهو مش معترف انه بيعمل حاجة غلط قعدنا كتير واتكلمنا كتير بس هو مش شايف غير نفسه وبس فكرت كتير اتطلق بس مش قادرة اخد الخطوة دي علشان اولادي وما دخلتش حد بيننا وبدأ ان ربنا يهديه بس هيهديه ازاي وهو اصلا مش بيصلي وفاكر نفسه انه اقوى حاجة يعني اقوى حاجة في الدنيا وانه يقدر يعمل كل حاجة انا قرفت بمعنى الكلم بس مش قادرة اتصرف يا ريت انصحني بس انا مش هقدر ادخل حد ويعرف سرنا انا مضطر اتكلم بصراحة شوية هو اذا كان بالوصف اللي انت بتقوليه ده هو بيستغل اللي انت ما بتدخليش حد ما تستعجليش انا مش اصلي انك تدخلي حد اللي هو مين اهلك او اهله انا اصلي في الاحوال اللي زي دي يتدخل متخصص يعني يتدخل حد ليه علاقة بالارشاد الزواجي لان فكرة ان هو بقاله 15 سنة بيخونك قد يكون ده بسبب شيء محتاج يدار او محتاج ان هو يحصل له دعم نفسي مثلا في بعض الاحيان لان هو مضمن اللي اللزة مثلا فانا رأيي بشكل واضح عشان انت كده انا حاس بضو الكلام فيه نكهة وحس المظلومية انا قدري كده بقى وهسلم بقى ومش هقدر اعمل اي حاجة لا 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 خاص عندنا في الارشاد الزواجي قاعدة ربنا خلق المشكلات عشان تتحلب اكتر من طريقة مش الطريقة ان انت تصبري وتستهلاكي وتتعذبي او انك انت تتطلقي لا في طرق تانية انت بتقول ان هو ما بيعترفش ليه ما بيعترفش لان ممكن تكون طريقة حضرتك او طريقة ادارتك للملف ده مش احسن طريقة ولزاك تفضلي حضرتك انت وهو تعالونا على مركز الارشاد الزواجي فلزاك انت بتسأليني اعمل ايه لا ما تفضليش تستهلكي نفسك كده طب يبقى اتطلق لا ولا تتطلقي اي حد بيجي يقولنا انا زوج اي حد انا زوجي خني بيقول لي اتطلق وقول له لا تعالى بقى نتكلم يعني ايه لا ما تتطلقش وتعالى نتكلم ليه لان مهما حصل ممكن يبقى فيه اصلاح يبقى انا رأي ايه ان احنا محتاجين خبير وفكرة ان انت مش عايزة تكشف السر ده خلاص نروح لحد ما يعرفناش اللي هو الخبير الزواجي وفتعالوا الى الارشاد امرا من ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الوقت ما يسمى بالارشاد الزواجي دي عشان الناس اللي هم بيخافوا من الفضيحة وبيخافوا من الشاشرة يروحوا لحد يساعدهم هم الاتنين على انهم ما يخرجوا من ده يبقى انت بتسأليني تعملي ايه تروحي لمركز الارشاد الزواجي وتعالي نقعد نتكلم ونشوف ايه للسبب لان الحكاية دي لازم تتعالج ليه لان انت سواء شئتي او قبيتي اولادك ممكن يكون بيعرفوا او هم عارفين وانت كمان انت بتتعاملي بتتعاملي بطريقة انت بتقول ان انت ارفانة اكيد ده ظاهر عليك واكيد ده حاصل للاولاد واكيد الارف ده انا اسف بينتقل الى اولادك ففي الحقيقة انت مش بتضحي بساعتك انت كمان بتضحي باولادك انا بقول للناس كلها ما حدش يرضى بالخيانة ما حدش يرضى بالايه بالخيانة روحوا حلوا موضوع الخيانة اي حد عنده اي حد بيخون ياخدوا ويروحوا لرشاد الزواجي لان الخيانة دي حاجة بتحس بيها الست او حتى الراجل ما هو فيه الستات كمان بتكون بيحسوا بالمهانة فما بيقدروش يبتعدوا عن الانتقام فبيعيشوا وهم بينتقموا وهم حتى مش داريانين اوقات كثيرة تقولوا انا عمري ما انتقمت انا طول عمري مستحملة لا بتنتقم بتنتقم حتى لو ان هي بتحس ان هو مش مالع نيها فيه اللي حاصل فلما الاولاد يحتاجوا دعم من حد ما بتفكرش فيه فالاولاد يتعودوا على الدعم الخارجي فالدعم الخارجي اللي هو الاحتواء البديل يخلي الاولاد حسين دايما اللي هما نقصهم حاجة فيحسوا ان هما ايتموا ان كانوا عايشين معهم ابوهم وده شعور بيخلي الانسان مشتت جدا انت بتعرفوش شعور ده ممكن يعمل فيه في ولد او ببنت اما بقى كلام لزوج حضرتك بقى يا راجل يا راجل عيب عليك كده يا اخي طب لو عملتها مرة او اتنين او تلاتة او كفاية فالموت وقتي بغتة والقبر صندوق العمل هتعمل ايه بالله عليك استفدت ايه هتستفيد ايه لما ييجي لو عندك ولدين او تلاتة لما ييجي اربعة متعلقين في رأبتك حضرت النبي قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فييجي اربعة يال متعلقين في رأبتك لانك انت خاين وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ده في اعبع من ايه في خطبة داع الا ان لكل غادر اللواء يا لعوة على الفضيحة يعني يوم الايامة هتيجي وعندك لواء كده هذه غدرة فلان اعوذ بالله بقول لكل الرجالة اللي هي غدارة وخينة هيتنصب لك اللواء يوم القيامة بغدرتك دي تعالوا اقول لكم ايه اللي انا بشوفه من خيانة الرجالة بيعملوا ايه في الاولاد وخاصة مثلا البنات ازاي هي في الحقيقة لما تكون محرومة من الاب النموذج او الاب المثال او الاب الذي تحترمه هي مستعدية ان هي تكون سلعة لاي حد يقدم لها ويكذب عليها انه هو مثالي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الفتنة اللي ممكن يعملها راجل لما يخون ويعيش بهذه الخيانة في حياته الخيانة على فكرة مش انك انت فضلت نفسك على حد الخيانة ان انت دبحت الحد بخيانتك دي ويزاك حضرت النبي يقول قد الامانة لمن اعتمنك ولا تخن من خانك يعني حتى لو حد خانك ما تخنوش فازاي انت قادر تداوم 15 سنة لو انت بتعمل كده وقادر تداوم 15 سنة على الخيانة دي انا بقول كده ليه لان انا عارف ان هي تاخد البتاع دو اعتمد من الاول اجراء ان هي تسمعه لك انا عارف ان هي تسمعك الكلام ده على فكرة انت اخيانتك 15 سنة دي انت مختر بساطر ربنا عليك فاوعى اوعى تختر بساطر ربنا عليك مش هخوفك ان انت ايه اذا اخذك للميفلتك كفايا بس ان هو حسسك باحساس ان انت مش قادر تكون انسان حقيقي من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه انت مش صادق انت مش حقيقي سعادة الانسان تبدأ بانه يبقى حقيقي فحاول تبقى حقيقي حاول تخرج من الكتب اللي انت عايش فيها يا الله سؤال بعد كده سؤال يقول من فضلك يا دكتور عمر ادعي لابني في السنوية العامة وكل زماني يا سلام ربنا سبحانه تعالى يكتب لهم التوفيق والسداد ويرزقهم من انوار ألم نشرح لك صدرك ويرزقهم من انوار واحل العقدة من لساني يفقه قول يا رب يا رب بزقهم من الانوار المحمدية والانوار الموسوية حتى رب تجعلهم من اهل البصيرة ومن اهل التوفيق ومن اهل السداد ومن اهل النور ومن اهل البركة يا رب اولاد يرجون يا رب مستقبل ونور وبركة وكلهم امال فيك يا مولانا يا رب لا تدع واحدا منهم الا وقد اسعدت قلبه ووفقته وسددته واجعلته يا ربنا في وسع وفي سعة وفي بصيرة وفي توفيق وفي سدد الهمه يا رب في هذه الاوقات يحتاجون الى الهامك يا مولانا فالهمه يا ربنا صوابه ووفقه الى ما تحبه وترضى فعبدك يحتاجك وانت الكريم لا تدع عبدا يحتاج الى فضلك وترده يا ربنا خائبا فيا رب ووفق اولادنا يا رب واجعلهم يا ربنا في رضاك واجعلهم يا ربنا في كرمك واجعلهم يا ربنا في توفيقك وفي سددك السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو انا لما اسيب شغلانا كنت دعيت ربنا يبعتها لي لما سبها عشان مش واخد حقي فيها لان فلوسها بتتأخر بالشهور يبقى انا كده بتبطر على نعمة ربنا لا انت ممكن تكون بتنقص نفسك من الاستهلاك انت بتعمل او انت بتعملي عشان ربنا سبحانه تعالى يكريمك وتسددي امورك وتسعف ده بالعكس لا مش تبطر عن نعمة ولا حاجة بالعكس احنا زي ما احنا مأمورين ان احنا لا نسرف في الاموال احنا مأمورين ان لا نسرف في الحياة وفي الاوقات انت مش متبطرة مش متبطرة عن النعمة لو كان عندك فرص اخرى ولو كان ده مش متناسب معاك انت لست من اهل البطر اهل البطر هو اللي يكون عنده فضل وما عندهش خلل في اللي هو عايش فيه وبعد كده يرفض ويرفض نعمة ربنا عليه لكن مهنة او فرصة فيها خلل وبتعود عليك بالاستهلاك لو تركتها انت مش من اهل البطر ولا من اهل نكران ولا كفران النعمة يا رب واسعى لكل الناس يا رب العالمين اكرمنا يا رب العالمين تفضل علينا يا رب العالمين لا تدع واحدا في حياتي ضيق ولا حرق ولا كآبة ولا وجع الا وقد يسرت له حياته يا رب العالمين يا رب اذا نظرت الى قلوبنا وجدت فيها مسقال حبة من خردل من وجع او آلم او ضيق او حرج او كآبة فامحوا كل ذلك وابدلنا يا ربنا مكانه انسا نأتنس بنظرك الينا وبكرمك اللهم انا نرجو ان تجعل اعمالنا كلها محل نظرك ونكون من اهل ودك يا رب اللهم ارزقنا ودا يطيب الخواطر ويمسح على القلوب المتعبة حتى ترى العمل نعمة وحتى تأتيك راضية وتكون مرضية بعطائك وكرمك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اكرمنا بوصالك وجمالك على الدوام يا رب العالمين يا رب العالمين